خلف ستار الازمات المتتالية التي تعصف بالعراق ازمة لا تكاد تخبو حتى تتبدى من جديد في صور واشكال متعددة والفاعل اما مجهول او يتدلى على شماعة الاهما لتارة وعلى التماس الكهربائي تارة اخرى وجميعها تحسب على المقادير والاقدار منها براء حوادث الحرائق التي تطول العراق ارضا وزرعا وثمرا وبنا تحتية وانسانا وثروات تارة تشب في حقل نفط واخرى تلتهم الافا مؤلفة من دونمات المحاصيل الزراعية وثالثة في خزينة بنكية محصرة ورابعة في مخزن او مستودع او مصنع او مدرسة او مقر وخامسة وسادسة وعاشرة ومئة وكلها كوارث وفواجع خلفت خسائر فادحة في الارواح والممتلكات لكن الحادث الاكثر مرارة وجسامة واساء والذي اثار تساؤلات خطيرة واشر منعطفا خطيرا في جبهة الازمات التي تعصف بالعراق حادث الحريق الذي شب في مستشفى بن الخطيب في بغداد والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء واضعافهم من الجرحى في حصيلة عدتها وزارة الصحة اولية والصدمة لا تزال تتحذر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وفي الوقت الذي نعى فيه الشهداء وجه بمنح عائلاتهم حقوق الشهداء في حين وجه بمعالجة جرح الحريق داخل العراق وخارجة فضلا على توجيهاته باجراء تحقيق فوري في اسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة خلال 24 ساعة وامر باستقدام مدير المستشفى ومدير الامن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث استنفار حكومي كبير على خلفية حريق مستشفى بن الخطيب والذي يبدو انه لي مر مرور الكرام هذه المرة فقد طفح الكيب على المنطقة على مستشفى بن الخطيب لإخراج الناس المتوفين لإخراج الكثير لا حول ولا قوة الله بالله العليل عظيم لا حول ولا قوة الله